مهلا بكم جديد في ساندي بلوس موصينا عكم حتى لما في ثلاثة وكيما وعدناكم بالموضوع اللي بش نترحوه في نسيحة عليك وبش نحكيو على الطالبة اللي بعد واكة صحية وصلت الله يرحمها للموت اللي بارح طلع الخبر والبارح سمعنا باللاحات هذية خنشوفوا وش يصير وسط المبيت الجامعي شو شنوها الصعوبات اللي يلقاوها الطالبة وفي الإطار هذية بالتبيعة بش نستقبلوا مع بعضنا طالبة هي أكيد ما انت في تونس تقرأ في نايبل عفوان تقرأ ما انت بيش بعيدة على الزون متعنا هوني سينو نجمو ما انت تكون هي زاد عندها فكرة على الحالة ذية اللي سارت ونجم هي واحدة من الطلاب اللي يكونوا عايشين الحالة ذية وفهمينها واللي نجمو يحكيو عليها أكثر مش كيف نحن مجرد رأي يكون مش كيما ليعيش الحالة كيما اللي فقط يحكي عليها ولا يعطي رأي يكون رأي انت باعي مرحبا بيك أهلا وسهلا مرحبا بيك دونك إيا الشيحاوي عسليما مايسينا فرحانة اليوم اللي نمعكم في راديو ميت وممتون حزينة اللي صاحبتي تعرضت الوعكة صحية وقدت الوفيتها اللي يرحمها بسبب الاستهتار الموجود في المبيت الجانيال اليوم مش نحكيو على فاطمة اللي في قصر هليل تعرضت الوعكة صحية وتوفيت وهذا بسبب المبيت والمسؤولين على المبيت فاطمة اليوم كانت ضحية للمبيت الجامعي فاطمة مرضت وكي جيت بيش تخرج العساس روح وسكر عليها الباب حتى كي جيت المسؤولين وجيت الحماية وكل ما نجموش يمنعوها يعني ما نقاوش العساس ما نقاوش كيف يش يدخلو مروح العساس ما نجموش يدخلو روح العساس مش سمعت اخبار قالوا يصلي اي سمحني صلي ما فما يخليش كوني عبيد روح معني حاسم ديان ان ديغي عايشين في حبس ما الجري في الحبس معناه حتى كي سكروا عليهم يقعدوا بحذيهم ما بوصيبش خليهم حادا بطبيعة يعني ما فما كان عساس يعني ما فما حتى رقابة في المبيت بعد الخمسة متع العشاية ما فما حتى ما نجموش اللومو على العساس اللوم الكل على العساس يمشي على خطر نورمال مون ادارة زي تحط زوز ما ينجمش عبدي يقعدي لكيملة بشي عس على عبيد وموان زوز ليثم بعضهم هو كي يعوضوا بعضهم رحيت هذا هو بعد الخمسة متعالع شاية معاش طالقا كان العساس هوني كطالبة قولي شنية اليوم الحاجات اللي يتقلق الطالب بالتونسي اللي يسكن في فواي بي الاوسيخ موجودة بكثرة ما تنجمش تتعايش في مليو هكيكا اللي نجمو يقعدو اربعة وثلاثة فرد بيت اللي هي معناية تكون صغيرة ما تنجمش تتعايش اربعة وخمسة ما بعضكم الميكلة الميكلة ساعت تدخل تلقى شربة شربة مينبا الشربة اللي نطيبوها حنا في ديارنا معناية شربة تقول ان ديغي حبس بالرسمية ان ديغي واحدة عايش في حبس قلت لحتيرام من الادارة كيف اشقلت لحتيرام مينبا ما يعملوكش بالباية معناية الاهميل الاهميل انت اليوم في فوية ما تخافش لبعد ما يسمعوك تحكي هكا يكون فامة تعامل سلبي معك فامة اي تعامل سلبي ترجع تتكلمنا يعني اذا اعتبروه انظار من عندي اعتبروه اللي تحبو انتو ما معناية اذا كان فامة اي بعد ما هي حكيت اذا كان فامة اي ريكسيون سلبية من المبيت اللي هي تسكن فيه رو احنا بش نعودو اللي يسأل ولا دون خاطة اليوم زي دا مش يوالي فامة قامة حتى واحد شيحكي على حاجة سايرة انت في مبيت في نيبل اي لازم بلوس دو سيكوريتي لازم بالرسم العباد التوالي تعرف تتعامل نرمال مو اي طار تربوي وكل يعرفوا معناية كيفش يتعاملوا مع العباد ويحوطوهم ان سيكوريتي غاديك او ان ديغي انت يبعد على داركم ان ديغي بش تمشي لدار اخرى بش تلقى عبادك اللي يتعاملك بوليمان جنتيمان اي اي ما انت اذا ميش مزي نعاملوا بعضنا في المجتمع ككل معناها بتربية اخي قل احتروا بعضنا الكبير يحترم صغير وصغير يحترم هذة صفة عامة معناها في مبيت في ادارة في حمام في حجام في اي مكان كان احنا اليوم انا قلت المرلي فت كلمة في كواليس مع انت مع جميع قاعدة في التعليم كل قلت رو صغير كيدخل سنة اولى ابتدائي رو نحببوه في القراية شو معانت نحببوه في القراية معانت كي نعملوه من ثمانية نص نهار وما حفظة تبدأ فيها كريليسة وكتاب سافارة تعبينوا ما حفظة من سنة اولى اه وغلطتنا احنا معانا اذي تونس المتقدمة اليوم وتونس اللي نحكيه على عصر التقدم والحضارة ومنع الشرية وقت اللي احنا رانطوه اجهل من جيلي بايه اللي يسمعوا فيها اليوم احنا اليوم رانطوه اجهل من جيلي تعبينوا ما حفظة يقرأ من الثمانية الماضي ساعة ويزيد يرجع ماضي ثلاثة ويزيد يخرج الخامسة كيفاش بشي حبها هالقرائبه واللي وصلوا وقرأوا وتخرجوا وبشيوا المبيت الجامعي هي حكيت على فاطمة لا يرحمها وفما برشكي ما فاطمة وما تحكيش عليهم جمع اللي فت يابت فيديو على التواصل الاجتماعي فيديو في الكيف كيريتو الطالبة اللي مهبتة ثعبين عفريت خارج من تحت الباب في مبيت جامعي اليوم الماكلة متاع المبيت الجامعي الاصلاحية وحبس منوبة وحبس المرنقية خير شوية بايه اليوم رايك تقول لك شربة رايما هاي الشربة ما انتصورشت معامل على الماكلة ديك هما الكل ما يريد تطقهم زوية ولا على اللخر على اللخر وبيلي جعلهم شيكلوا عديكا ومعاك في المبيت الزوية ولا على اللخر ما عندهمش حتى مصروفة ما عندهمش ما عندهمش ما عندهمش اخطاء البيت اللي تحكي لك عليها راي نص بيت راي تلقاها حتى زوز مترو على زوز مترو وطلقا فيها ساقين وساق وراس هذي طالب هذي بش يعمل دكتوراه متاعه هذي بش يقره هذي بش مترز هذي يدرى شنو بش عملي موار متاعه ما في مرسة تتفعل ما زلت عندكم مكي جوكير ولا بورس قديش البورس برابي متاع الطالب ميل سنكسون على عام كامل تاخذوها اخر العام تاخذها باق ترانش باق ترانش كل ترانش قديش لولا فيها تسعمية وخمسين يظهر لخطر فيها المنحة متاع خمسة مئة اللي كازدوها الجيدة اي ومبعد تاخذ البيق باي اليوم الطالب تسكنوا انت في فوايا كيفاكيك كيفاش بش يعمل مموار متاعه كيفاش بش يقره هو كيفاش بش يحذر كيفاش بش يكون طالب معناها ماشي للمستقبل الجيلة اللي احنا سيئة ذاك حذرناه وبش نحطوه طبيب ومحامي مهندس وفالانفورماتيك وفي كل شي معناها في المجلات كيفاش تكرهت وانتي في البلاد كيفاش تبدأ فارد بيت موجود اربعة من الناس مع بعض كيفاش نايت نجم تركز وتراجع مثلا دروسك حيت ما تنجم ديارنا مثلا يخافوا علينا اهلنا يخافوا علينا مش يبعثونا نكريو ولا حاجة تقول لك هاوكا غاديكا اضمن فوية اضمن البرا والي تأضمن من الفوية اه اه اذا تنجم تقراحتك تنجم حتى معناها مكلتك وكل وكفارينا فاطمة لا يرحمها كيفاش ميتة توصر فيها وشنو اذا عساس الخمسة متعلع شية يمشي يصلي يمشي يروح ومورو مدام هما محملينو مسئولية دونك مسئوليتو كيفاش حماية مدانية بتنجمش تدخل معنى تاريخية حسب اللي قالتو ايا كيفاش طاقم طبي مينجيمش يدخل كيفاش طفلة مريضة اي كي تمرض هيا حات انتي عساس بنا حق العساس اصلا مشيكون مسئولة على الطالب نورمال ما فما جارت كامل وعليش لاما فمااش انفرميري انفرميري غاديكا معنى تتقيسلو تنسيو تقيسلو سكرو لا موصلناش لهذا لا لا نوصلو نوصلو حتى شو صلنا بواطة متاع دويفي وسط فوايي بيتو فيه تلمذا ما يمرضوش بيه وكيفاش انا شدة في العادة خطر بالنسبة ليا حاجة مستحيلة اربع فرد بيت لا لا نحكي على حاجات تتوفر في الفوايي في البيت الجيملي مش لفوايي الكل مش لكل قولي اللي انتي اللي انا فيه زوس الحق زوس اما فما بارشة خطر عندي صحابي معنى من بلايسو اي يحكي يولك في برزارة في بارشة بلايسو تسمع تقول لك رانة ليثة واربع فرد بيت بيت صغيرة ندي تقول فما ضو ما يخدمش ما يميخدمش اه ضو الميزي لانا قولك افعاب تحت البيب عفرد خارجين في الفوايي في الكيفو وانتي تقولين لها ونظافة زرون جملة يتنظف واحدك يلأ يتقاضي يتقاضي لتدخل لشنايبر لطوالتين بان لطوالتين مثلا نظافة المناج كانت في جنين البر شنو البر لطوالتين على قد في الاماكن اللي انكو ما اقول لطوالتين 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 هذو مهمة الاماكن لطوالتين لطوالتين وحاتكم اذو او لا لا شنو هذو معلاء وزارة التربية اللي انت تتخذ الاجراءات الليزمة روانك قلت افرمي ريو كثير انت في دارك ما عندكش بواطا بواطا ذيك افرمي ريو دويس خانة متاع حاجات ذوما لازمين اليوم تطورنا تقدمنا ما زال تلميذ يحكي اليوم طالب اليوم يقول لك انا ما عنديش ونرقد في بيت فيها اربعة ونرقد في بيت فيها ثلاثة وما فهم مش فهم دومي ناج والعساس سكر البيب ومشي وفيتها هي فتتها الكعر وصلت للفوايي الستة ما تدخلش انا واخر وقت ما تدخلوش ثمانية وثمانية شنو الفرق بين ثمانية وثمانية وثمانية انتوما ثمانية فوتك التسعة يرقد العساس ولا يمشي سالكها وتبيت في الشارع ترجع ثمانية وطقيقة وما يدخلكش وما يدخلكش هذي الحماية وكي مثلا تبيت البرة يعلمو الولي لا لا تبيت البرة وكهاء بات البرة وكهاء ها اوكي شبالي انا قلت سيكوريتي مثال ما يعلموش العاية اهمال تم ديما الوزارة متاع التربية عندها اهمال انتي عندك عام كامل تخدم فيه عندك وزارة نعاود نقولها وعلى مسؤوليتي لك لماذاية وينكم كيفاش الوزير ما يدخلش للفوايق والعام ويشوف شنية للمشاكل متاع التالبة يبالك روى يوصلوا في معلومات غال ما يوصلوا في معلومات غال تمان ما زالو وزير تاوي يستنى ليخدم عنده بشي وصلوا معلومة ما فيش قاعد يام ما عنده كربة هو اه امان زيارات الفشئية اللي مشاله ما رئيس الجمهورية قاسعد الكل مريتش الدنيا الكل رئيس الدولة موش يطرق الكل شايرا زيارات موش عندو زير يخدم لوزير فاشي عمان لوزير ما عندوش ولده يسكن في الفوايق ما عندوش بنته موش يتعامل معاملة خاصة في الفوايق وهي طاعة كلم يذير انت انت موش في الفوايق ليس سي اي ما يسكنش في فوايق كان جه كان جه ولد يسكن في الفوية لا يسكنش في الفوية لا يسكنش قاعدين شدين الوزارة وريقدين وزارة التربية الناس يمشي ولي بشي قابل شكون في الوزارة يقعد من الثمانية الماضي ساعة وما يقابل حتى حد وما يحكي معا حتى حد ما تدخلش في بيت البرا ما يعموش دارهم كيفيش تسايب ذي نجم تقعد شهر كامل ميسا ما تروحش يعني الفوية تنجم تكون صارت لها مشكلة نجم تكون صارت لها حاجة يعني جراف ولي بارو ما في بيلهمش وهم ما في بيلهم لي بنتهم يعني في الفوية ومتمانين عليها وكل شي يعني ذي بالحق حاجة جراف عاللخ انا كنيس معوفية عيلت فاتنا اليوم ذيكا خاطر نعرفوها حكيت كان يسمعوفية عيلت فاتنا اليوم ولها لبنايا مريضة معنات اقويل زميلتها وما نجمتش الحماية تدخل بش تسعفها وما نجموش حتى يخلطوا عليها حتى كان هي في أنفاتها الأخيرة ورب يرحمها ويصبر عائلتها وصحابها ماذا بيها عائلتها يتبعوهم عدليا بالحق بالقانون لحظة بارك نحب نسئلها على حاجة هي الحماية كي جاءت خطر زيدي زينا نتأكدوا منها النقطة هذية الحماية كي دخلت يعني ما نجمتش تحل البيب البراني ولا الديخ بيب البراني كما بيب كبير البيب متاع العساس معنا يمين تخرج تدخل عبيدة هذي قاعدوا تقريبا بشي حلو البيب قاعدوا ساعة كي قالين سبعه ماتت هي كي جاءت الحماية مازالت حية مازالت حية وشنو اسباب وفاتها كان عرفته معناها كريس حسب ما نعرف كريس كريس شنو كلاوي شنو هذي المعلومات اللي اتطلعت لنا اللي اتطلعتها يجب نجدو يتشوفو وما يحمدو حتى عائلتها مش وقتو وسمحني لو انا كان يسألوني وبعد تظهر الاسباب الصحيح والكل رو حتى العساس رو ما نجمش حمله وانا مسؤولية عساس هو بريتو عساس يكريتي اللي مسؤولين على الفوايه ولي بيته في الفوايه في الليل ولي انا نعرف اللي انا نعرف ومتأكدة انه فما في اي فوايه فما شكوني بيت جارد بذمة الطالبة خاتي العساس هذا اللي نرمال مو موجود فما شكون فما قانونيا فما اما هو ما فمايش اهم اما هو مش معمول فوايه كان عساس فلا عندهم كان عساس سبقه صارت الحادث هذي كينا في رستابي الفوايه متاع رستابيه بيب سعدون وقالوا لي فما شكوني بيت اللي لذيكا ونرمال مو ما يبتش ما هوش معمول بيه هذي عنده طول ثلث سنين والاربع سنين التاني بي نحب ناسأل ماروة نحب ناش انتي عندك فكرة ما نتقبل على الفوايه أنا لا أعني فكرة على فوية أنا لا أعني فكرة على فوية ولكني أختي طوى في فوية ماذا أختي تقول؟ بالنسبة للوساخ ذكرتها موجود الباب يتسكر ثمانية بطبيعة العساسي خليك تخرج لا يهموش فيك تانكو انتي لبرة تانكو انتي لبرة تانكو انتي لداخل ما تخرج لبرة يعني فما طالبات أو بعض الطالبة تنجم حتى تتفاهم مع العساس فمت في الباب تعطي فلوس وكل شيء يحللها الباب يخليها تخرج ويخليها تدخل موجود موجود ومتأكدة منه خمسة الليف حتى اللي تحبها فمت هو شنو بش يطلب عليه يحللها بصيفة خاصة الباب بش تدخل وتخرج على كيف هذا اللي كانت خمسة الليف طو قدي طو رأيك كثرة وليت في العشرين قدي هك في الفوايق صاحبتك والله ما نعرش نرى في عبيدة قاعدة تخرج الوقت ذي كوي أخت مرة وقاتلي صحات أختي تدفع لا يدفعوا يدفعوا أي فما حاجات منه هذة ما زيلوا يشبوا القاوة فكالكيسين البلاستيك السباحي يحطوهم ولا بدلوا شوية ما عادش فما بتداج صباح نحاول بتداج حتى كي كيرا وكين كس كروتات القامة كيم عمرين زبدا ومعجول وكين كلا بالوقت وكين كلا بالوقت وكين كلا بالوقت وكين كلا بالوقت يعني فطور نص نهار وعشيك هو مجوغيته ما يكلوش رو في الفوايق فما فما الحق فما دي فوايق مكلتهم بيه ومكلتهم بيه فما حتى دي فوايق تتيك فما موجودين مش من عموش معنا مريدش مسمعتش مريدش مسمعتش مريدش بيه جيبولي اي طالب اليوم يسمع فيا واكيد رو برشة الطالبات اليوم يتبعوا فيايا على موضوع فاطمة جيبولي اي طالب يقول الفوايق اللي نسكن فيه راه نذيفوا بيه اقسم بالله انا ديما نقول فيايا يعجز اللي سين لهنا نحكيو على دولتنا اللي تقري طالب تواصله وتمرمده بطريقة هذي رايذية تومس الخضرة رايذية تومس الخضرة رايذينا نحافظوا عليها رو انتي اللي تخدم في الوزارة اليوم وطالبات كما كايسير فيهم الطلاب رو تحشم على روحك رام هيدو معناتها ابناء المستقبل جيل المستقبل عليش تعملوا فيهم كما هكام عليش بناية موت ضحية وقت لها كان وصلت للرجانس في وقتها كانت تنجم تعيش وشكون قال لكم طو هما يقولوا ساعة حاضرتي ليه عليش ما سعفته هايش هذي هو التهاون والتسايب والإهمال والتسايب بالتبيعة دي ما نقول انه لازم بش يكون فامة ناس عندهم زامير ويخدموا بالقدير ا بالتبيعة اكيد فما كفاءات يسمعوا فيه اليوم إن شاء الله اي 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 انتي برميرا نيجستيون اوي اصني عامك مسعود تعب تعب خةر عام كله إن أنت تعب باي باي فواي ليلى باي باي فواي نحن انت تعب بريد اخرى إن شاء الله باي باي فواي على كل مستقبل إن شاء الله سيد الرئيس قيس سعيد يسمعنا ولا أي مستشار ولا أي إنسان يسمع فينا اليوم نجم يوصل المعلومة هذية لرئاسة الجمهورية ويخرج للفوية اللي ماتت فيه فاطمة ويحل تحقيق عليش الباب مسكر ساعة والحماية المدنية من اللي مش تدخلوا تنقض رئاسة الجمهورية عندي دي ما عندي نظرة القيس سعيد بيها مايسا دي ما عندي كي يخل مواضيع هو فيه نصلوا للحقيقة وتتحسن لذي طولت قضية رأي عام لكن منها هي حابينا اليوم نطرحوا معناها المواضيع هذه شاء الله ما تتكررش اسمها انسيح عليك قبل ما نختم معاك إياه شاء الله ما تتكررش ما تنصح للطلاب والطالبات اللي يمشيوا لما بيج جامع اللي انتوش تخرج منه إن شاء الله ننصح الطلاب لشيرو دوبلهم على رويحهم على صحتهم يقرأوا كميم لكي تحقق حلم لذي يجبك تقرأ وتسعى وإن شاء الله ربي سهل وإن شاء الله ربي سهل وإن شاء الله وترد بالك على روحك في الحقيقة شكرا 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 لك يا شيحا شكرا 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 لك انت هلين في حالي